حصد أبطال جهاز مكافحة الإرهاب العراقي المرتبة الثانية على مستوى الدول المشاركة والمرتبة الثالثة على مستوى الفرق الثمانين المشتركة في مسابقة المحارب الدولية المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية والمرتبة الثانية أيضا كأفضل فريق قتالي باقتحام المدن هذه البطولات جاءت نتيجة الدعم الكبير المقدم من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي نحن من نعطي المعنويات للكل حب العراقي لجهاز مكافحة الإرهاب هاي أمانة بعناقنا الدعم المتواصل من قبل القائد العام للقوات المسلحة إلى جهاز مكافحة الإرهاب أيضا ينطي دافع معنوي للمقاتلين المقاتلين أبطال هذا الجهد جاء نتيجة التضحيات اللي قدمناها في كل المعارك نتيجة للتوجيهات السديدة من قبل السيد معالي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب المحترم لحظة بلحظة ويوم كان يتابع بالتفاصيل المسابقات رفع من معنويات مقاتلين هذا المركز الذي ناله جهاز مكافحة الإرهاب في مسابقة محارب الدولية غير تصنيف الجهاز وأدخله إلى التصنيف الرابع عالميا بعدما كان في المرتبة الثامنة ومن خلاله تتبين جهوزية الجهاز في مقارعة الإرهاب ومحاربته اليوم الجهاز هو بأعلى الجاهزية المعنوية والنفسية والتعبوية وأيضا اللوجستية اليوم الجهاز بتجهيزاته نعم نفتقر حقيقة بألم أقول نفتقر إلى الكادر البشري لأن الجهاز لا زال يعمل بأقل من 30% من نسبة التكامل اللي يجب أن يكون عليه الجهاز لكن تجهيزاتنا اللوجستية ومعنويات مقاتلين في أعلى مستوياتها غني بسمعته الحسنة محليا ودوليا جهاز كان له الوقع الكبير في محاربة الإرهاب ودحره ليكلل بفوز استحقه بعد التضحيات التي قدمها من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر